اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكثر حاجة جذبتكم في تونس جمال البنايات جمال الطبيعة الخضار وقريب لفرنسا هواية بها اشياء قريبة لدولة فرنسا كثير جميلة كما كنت تسمى قبل على تونس كما شفتها في الارض الواقع بس اكثر من العربية بشوية عاننا بهذا الشي حتى التعامل بس ككل جميلة كمش تقعدوا ان شاء الله بحضينا ان شاء الله سبب اسبوع اسبوع سياحة جيتوا مباشر من العراق يعني مباشر العراق والتونس نعم خلتوا مباشر مباشر نعم العشريهم هذو ما عملتوا برنامج كيفاش تقضيوهم شركة هنا هنا اكو شركة سياحة هي متبع البرنامج كلك جولات سياحية هي تنظم شركة تنظيمة عين جولات وين مشيتوا الاول يوم هي مدينة العتيقة وجامعة الزيتونة وبكرة سيلي بسعيد وان شاء الله قرطات خلتوا لداخل الجامعة الزيتونة لا لا بس من بره يعني شفنا البنائي حلو والمدينة العتيقة حوستوا لداخل حوصنا داخل شون عجبك اكتر حاجة جميلة كثير جميلة طبيعتها كلها جميلة اللباس متاعنا التقليدي وكل التراث متاعنا موجود غادي كل اللباس التقليدي كلها جميل تراث يعني جميل تونس نعم أسليمة أسليمة قتليمة نجابش تكلم بتونسي وما نعرف شو من يفهمش بتونسي يعني شوية شوية ياونا بش نعمل لك امتحان لربما تنجح فيه إن شاء الله شو اللي عجبك في تونس والله بلد مضياف يعني كلها حلوة تونس يعني جميلة حتى انتي جميلة ومحليك زي انتي أحلي مشكورة حبيبتي يعني شك أول مرة تجي لبلادنا ني أول مرة إن شاء الله مش أخيرة لا إن شاء الله نجدد نجدد مرة ثانية أكيد أكيد المسيو هكا بحذينا تقولوا المرة جاي يجيبك إن شاء الله أقل لي يجيبيني إن شاء الله سنوات تزعلي لا لا ما أسأل ليش أسأل إن شاء الله حذيرتك أكثر حاجة عجبتك في تونس شنية جو مالها حلو يعني نظافة مينة دائما يعني الشعب مضياف يعني 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 وانما ترحين يرحبون بيش يضيفون يعني أكيد تنورونا شكر نور نوركم وين مشيتوا وين حاوستوا بالمدينة نعم قلب المدينة نسمتوا يعني جاينا حسنا الصباح ما يعجبك غادي كله حلو كله حلوها ولباس التقليدي متاعنا كله حلو اللباس التقليدي بين அstore كله حلو يعني لازم المسيو يشري لك جبة جبة لا لي Snoop جبة هكا اللي بيز متاعنا عندي عندي جبة الأهوني إن شاء الله لك ريات وين من نشريها وين من المدينة العتيقة منها من جبة يعني أحلوين مزيانين برشا وأنتي لازم تاخذ شاشية للمسيو شاشية لتتلبسها كعالراس ما يحبي شيء ما يحبها يا سؤالي عندها قبعة شو سموها القبعة شفقة شفقة كاسكيتة لا ايه قبعة قبعة مش تاخدوا حاجات ذكريات للعائلة إن شاء الله ناخذ هميني نشتري حاجات من نام نسوسة هميني راح نروح لسوسة ومنشتري من قد هميني أكيد ناخذ ذكريات حلوة من عدكم لانتو حلوين مرحبا بيكم ومرحبا بالشعب العراقي وبأهلنا في العراق الكل سهلا بيكم أول مرة تزور تونس هايذا يا أول مرة أزور تونس ميش لقيت الأجواء والله التونس جميلة 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 جدا والشعب التونسي شعب راقي شعب جميل ولطيف جدا عليش اخترت وجهتك المرة هايذي تكون تونس بالذات احنا عدنا معلومات سابقة إنه تونس هي أول شي تونس الخضراء تونس بلد سياحي تونس بلد تاريخي بالأضافة أكثر ارتباط روحي بين العراق وتونس من زمان يعني من زمان جميل عبارات لكلها محلهم وين مشيت وين حوست أول يوم كنا إحنا البارحة وصلنا لتونس كنا في حمامات الياسمين وحاليا قبل تقريبا نص ساعة دخلنا إلى السنتر المدينة في تونس عجبتك الأجوة؟ اليوم الجو لطيف جدا في تونس الغيوم كثيرة وجو كلش حل اليوم ما فيش رطوبة؟ لا لا اليوم الجو كلش حلو البارحة كانت الجو شوية حار نازلنا من الباص ودينا نتمشى بالشارع مع الحبيب برقيبة وإن شاء الله خير أول مرة أجي تونس وإن شاء الله مش الأخيرة كل الجميلة تونس وأهلها شعب طيب ومثقاف والمدينة جميلة وروحنا الحمامات على البحر حمامات الياسمين وكان الفندق راقي والخدمة طيبة والسياحة حلوة بتونس قاموا معكم بالواجبة؟ نعم بالضبط واجب وكانوا طيبين وحلوين ويانا والحمد لله المرة هذي جيت أنت وأصحابك هوا؟ أنا جيت سياحي أنا هو السياحة كل سنة أروح للدولة فهالسنة سمعت أنه السياحة حلوة بتونس فجيت السياحة مثل ما قالوا حلوة وجميلة تونس يعني اللي سمعته لقيته صحيحة؟ نعم اللي سمعته لقيته صحيح بأنه تونس جميلة وشعبها شعب طيب وكريم ومثقف وفيعني ارتاحينا بإقامتنا بتونس الاستقبال كيفاش كان؟ استقبلوكم بالقضية؟ والله بس شوية المطار كان ازدحام وصعب الفيزا لكن احنا كشركة استقبلتنا المندوبة سهلتنا الأمور وإلا هو كان مجدحم المطار يعني هكذا العراقيين مبجلين لهنا في تونس؟ نعم نعم مو احنا المطار مانا ترتيبة غير شكل المطار مانا كبير كلش ومهما يكون المتسافرين المسافرين اشقد ما يكون عددهم كبير الصالات والخدمات بغداد سهلة مو مثل تونس شوية صعبة ويعني هذا الفرق لقيت راحتك لهنا في تونس؟ نعم راحة وحلوة وطوقة وقامة جيدة والحمد لله في الفترة الأخيرة لاحظنا برشة عراقيين قاعدين يجوا لبلادنا اي مو شو ما سر الاقبال هذين؟ كان الشسم مزدود الطريق يعني على تونس ما كوا سفر بس دائما نروح على تركيا فسمنا مفتاح السفر جينا على تونس ان شاء الله على طول مفتوحة الحدود يا رب ان شاء الله مشكورة بعد شوية الأوضاع اللي صارت بتونس كان اكو خوف عندنا من مجيء تونس لكن حاليا اكو مو فقط سياحة اقبال طلب عراقيين في تونس اكثير هنا في تونس يدرسون ففتح الباب امام السياحة للعراقيين في تونس بعد مجيء العراقيين للسياحة في تونس نقلقوا صورة ايجابية وحلوة عن تونس الحمد لله اكشفتوا بلادنا محلية وبلادنا مزيانها يكفي انه طيبة ناسها جمال الشارع بسيط لكن من تكون الناس الطيبة تعامل الناس عليه هذا يكفي انه انت لأي مكان تروح له والله الاقبال ده يزيد على تونس يعني قبل ما كنت اسمع اكو سياحة في تونس لانه قاموا يجون جماعة عراقيين فقامت تتنقل الاخبار انه سياحة حلوة بتونس يعني السياحة التونسية مشكورة في تونس في العراق سمحني اصبحت الان لها سمعة طيبة ايه مشكورة والخدمات حلوة يعني كمدينة حلوة تونس وشعبها شعب طيب يعني ممكن المرة الجاية نشوفوك انت وعايلتك احتمال اجيب عائلتي واجي مو بعيد يعني احتمال اذا شوي استقر وضعنا بالعراق اجيب عائلتي واجي رسالتك للعراقيين اللي ما زالوا عندهم افكار شوية هاكم مش ولابد وما زالوا متردين مجاوش لتونس هم مو ماعدهم منها مشكلة بس احنا ما كنا متوقعين هاي الوضعية بتونس وهاي السياحة والخدمات والفنادق الحلوة فقامت تنقل معلومات من اللي يجي ويرجع يحكي انه هاي الشكل فاحتمال تجيد بعد السياحة على تونس يعني انتي تنفي كل ما يروج على بلادنا من معلومات مغلوطة والدليل هاك انتي جيت والقيت كل شي قدامك معنا لا اللي شفنا احنا عكس ما شنق قبل سابق يعني شانت ماكو سياحة بتونس سابق فما عدنا معلومات عن الوضعية فمن قاموا يجيون السواح وينقلون المعلومات عنكم صارت الجي حلوة لتونس ويصير اقبال بعد اكثر شفت بلادنا محلها محلاها والله انتو حلوين العراقيين اللي مازالوا مترددين انهم يجيوا لتونس لا ندعوهم الزيارة تونس لا نقلهم لتفوتون زيارة تونس هذه المدينة الحلوة بناسها بشوارحها بطيبتها ان شاء الله ما يعوفوها ان شاء الله كل العراقيين يجون لتونس اكيد تشرفونا في اي وقت بارحنا بيكم الشرف انه الشرف انه